أمي ها و قلبي وتسوى الملايين بني الأم لو هديتها كأس ما ستراه هدي الأم بالذات هي الوحيدة التي لا تكلفك شيئا دعونا نتكلم عن الأم صراحة يعني شوف كل شيء تتكلم عن يوجد مشاكل حلول إلا الأم إن تكلمت عنها تشعر هي المودة هي الحب دائما تجد بين الحب والتضحية تجد الأم واقفة تضحي من أجلك ولحبك لهذا الذي لا يبر بأمه مسكين يعني أنت تصور لو قدر الله جل و عز شان نسأل الله أن يحفظ جميع أمهاتنا نقوله أمين لو قدر الله عز وجل شان أن تقبض الليلة أمك تموت تصور أنت الليلة أمك تموت تموت ستندم على كل دقيقة أضعتها لم تكن بجوارها والمشكلة أمك بالذات تطاردك في كل أرجاء المنزل أمك بالذات الزوجة حينما تموت تنساها لا نكذب على بعض ننساها و هي تنسانا دليل أنها تتزوج علينا لما نموت و نحن نتزوج عليها لكن الأم لا تطاردك حتى في منامك لماذا لأنها أم واضح بمجرد أن تدفنها و تضع التراب عليها أنت لا تشعر بالألم الآن لما ترجع للمنزل و ترى عباءات الوالدة معلقة و ترى سجادة الصلاة ما زالت على الأرض و ترى المسباح الذي كانت تسبح به و ترى حناءها و ترى العود الذي كانت تتضيب به و ترى جلابية الوالدة و هي أمامك و ترى كل زوايا المنزل وجود الوالدة بل أحيانا ربما تستيقظ على صوتها و هي تحت التراب و هي تحت التراب لهذا لا أحد يأتي بمنزلة الأم أبدا فهي أم أصلك واضح؟ أنت صديقك لما تحصل خصومة بينك و بينه تندم إذا مات تقول يا ليتني استلحت معه أخوك كذلك فكيف الأم؟ إذا مات تقول أن رفعت صوتي عليها في يوم كذا أنا فعلت كذا وسفرت بلا إذنها أنا صنعت كذا و فعلت كذا و غضبت علي و دعت علي هاي الآن تحت التراب أريد رضاها يا شيخ ماذا أصنع لرضاها؟ أتصدق عنها لماذا الآن لا تسعى لرضاها؟ كم مرة تخرج من دوامك من عملك؟ تتصل بزوجتك؟ ماذا تريدين طعاما؟ كم مرة تصلت بأمك؟ ماذا تشتهين يومي؟ أنت ربما لا تلقي لها وزنا هذه الكلمة لكن أمك؟ تراها أقسم بالله بالدنيا والله ابني اتصل بي و قال ماذا تشتهين؟ تعلم عند الأم هذه لا قلنا قبل قليل الهدية منزلت أني في قلبك كم مرة أهدينا لزوجاتنا الورود والعطور والبخور؟ أي صنيع أي كذا تنساه تضمحل لكن الأم إذا أهديتها شيئا تلبسه أهديها خاتم أتحداك إذ لم تراها ترى الخاتم في إصبعها على مدى حتى تموت اهديها جلابية شيلة تجد دائما لما تخرج هذه من ابني الله يرضى عليه تكفيها الكلمة هذه تكفي الكلمة فيجب أن تستغل أمك قال ما هي حية يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال إلزم قدمها فثم الجنة الحسن البصري مات ابنه ما بكى لما ماتت أمه بكى قال ما يبكي قال باب من أبواب الجنة أغلق لكن ابني لو مات لم يغلق باب من أبواب الجنة واضح؟ لهذا يجب أن تستثمر أمك أمك هي عماد حياتك خذها مني كل العالم لن يسمع شكواك ولو ظهر عليك الهم ولو أنت جلست معي وتشكو لي بمجرد أن أخرج من هذا الستوديو أنس همك ولا أنشغل بالزوجة والأولاد وبالأم وبالأخت وأنشغل في حياتي لكن الأم بالذات إذا أعطيتها همك تجدها تقوم الليل وتدعو لك اللهم فرج عن ابن فلان وتتصل بك ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ لا تنسى همك وكل العالم ينسى همك العالم لا يعرف همك إلا إذا تكلمت الأم بالذات تعرف همك من ملامح وجهك ماذا بك؟ من نفسك إذا تغير إذا تغير شيء من حياتك مسألة بسيطة الأم تشعر تقول لماذا فعلت كذا؟ صوتك لو تغير تعلم أنك مريض في المقابل ربما لا أحد يسأل عنك واضح؟ لهذا ربما الأم إذا أنت خرجت من عملك بلا طعام الإفطار لا ترضى ربما تتبعك للسيارة على الأقل بخبزة وكأس من الشاي الممأة لا تخرج من البيت بلا إفطار لكن الزوجة تخرج بلا إفطار لا يوجد مشكلة مع احترامي للزوجات لكن الأم الأم حقيقة لا زوج عوض عنها ولا أخ ولا زوجة ولا أحد في العالم يعوضك عن الأم لأن كل العالم تمل من صوتك إلا الأم لا تمل من صوتك أبدا لو تكلمت من هنا وأحيانا المشكلة للأم أحيانا تجدها تعاني من النعاس تريد أن تنام وأنت تشكو تشكو وتقاوم وإن نامت تبقى تقول أنا معك تقاوم لكن زوجة أجل باكرا نكمل أو أي أحد في العالم كل الناس تمل من صوتك إلا الأم ثم بعد ذلك نجعلها على هامشي حياتنا هذه المصيبة تعلم متى ستعلم نعمة الأم كما قلت لك إذا وضعتها في يدك بيدك في قبرك تقول هنا أمي وتصبح تسب كل أحد حال بينك وبين أمك حتى لو كان ابنك أو زوجتك لأنه كما تدين تدان إذا أردت ابنك هذا ألا يفارق عينك فلا تفارق عين أمك دائما هي أولى الناس لما تخرج من الدوام أن تكون عندها وأن تأكل معها طعام الغداء أولى من زوجتك هي أولى أمك نعم هي أولى الناس أن تخرج معها بالأسواق هي أولى الناس أن تضاح بجوارك في السيارة وتحوط بها عن الأصدقاء هي أولى الناس أن تعطيها من مالك وأن تنفق عليها هي أولى الناس أن تتطلب من أسألكم بالله من من تفقد عباءة أمه كلنا ربما آخر عباءة اشترتها الوالدة قبل سنة لا تشتري إلا في العيد المسكينة ولا تطلب إن لم تتفقدها أنت لكن الزوجة تطلب من من تفقد عطر الوالدة من من تفقد ماذا تريد الوالدة هاتف الوالدة من من تفقد رصيد هاتف الوالدة ولكن تفقد رصيد زوجتنا وأبناءنا لماذا؟ لأن وضعنا الأم على هامش الحياة ولن ترد لنا سبحان الله لن يرد لك التوفيق ولن تكن موفقا حتى تنل الرضا من أمك لو نلت الرضا من زوجتك إلى قيام الساعة ليست مناط التوفيق لكن لو نلت الرضا من أمك هذا هو عماد التوفيق ومناط التوفيق ليوم الدين جل وعز شان وتقدس الأسمه هذا الله عز وجل يكافئ بالبر برا خصوصا الأم يا أخي ما نرى أن الأم أحيانا ما تضع ما تهتم بوجهها لكنه نور ما تضع الكريمات ما تضع صن بلوك ما تضع هذه الأمور لكن وجهها تجده يشع نورا وأجمل عطر هو الذي يلمس كف الوالدة ولو كان بدرهم ولو كان بدرهم تستلذ بعطر الوالدة فلماذا نضع أمهاتنا على هامش حياتنا هي أولى الناس أن تكون أمك هي حياتك أمي أغمرتني بحبها ثم بعدين راحات وخلتني أقاسي بلاها ترجمة نانسي قنقر